بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الاعزاء نبدأ اولى محاضراتنا في مادة مراجعة النظم الالكترونية هنتكلم في المحاضرة دي على الرقابة الداخلية في زل التشغيل الالكتروني وده الفصل الاول في الكتاب في الجزء الاول هنبدأ كلامنا بتأثير استخدام الحاسب على الهيكل التنظيم هنلاقينا في زل التشغيل الالكتروني للبيانات تضع منشأة هيكل تنظيمي واجراءات لإدارة أنشطة التشغيل الالكتروني وتشمل خصائص الهيكل التنظيمي في هذه الحالة عندي نقطتين اول حاجة تركيز الوظائف والمعلومات ثانيا تركيز البرامج والاداء ثانيا هنتكلم على تأثير استخدام الحاسب على طبيعة التشغيل قد يترتب على استخدام أجهزة الحاسب الالكتروني تصميم نظم توفر أدلة مادية أقل من النظم التي تضبق الإجراءات اليدوية وبالإضافة إلى ذلك أن عدد كبير من الأشخاص قد يمكنهم الوصول إلى تلك النظم وتتضمن خصائص النظم التي تنشأ عن طبيعة التشغيل الالكتروني للبيانات واحد عدم وجود مستندات المدخلات ثانيا عدم وجود مصار للعملية يمكن تتبعه ثلاثا عدم وجود مخرجات مادية ثالثا هنتكلم على تأثير استخدام الحاسب على الجوانب الخاصة بالتصميم والإجراءات هنلاقي أن استخدام نظم الحاسب الالكتروني بصفة عامة بيؤدي إلى اختلاف خصائص التصميمات والإجراءات اللي كننا بنستخدمها في النظم اليدوية وتتضمن تلك الجوانب المختلفة للتصميم والإجراءات الخاصة بنظم التشغيل الالكتروني للبيانات ما يلي 1- ثبات الأداء 2- إجراءات الرقابة المبرمجة 3- تحديث ملفات الحاسب الالكتروني المتعددة 4- العمليات الناتجة عن النظم 5- تعرض وسائل تغزين البيانات والبرامج للمخاطر هنتكلم على أنواع الرقابة الداخلية في زل التشغيل الالكتروني للبيانات أنا عندي نوعين النوع الأول هو الرقابة العامة على التشغيل الالكتروني للبيانات والنوع الثاني الرقابة على التطبيقات وهنتكلم على كل نوع على حدة بالتفصيل هنبدأ بأول نوع من أنواع الرقابة الداخلية في زل التشغيل الالكتروني وهو الرقابة العامة على التشغيل الالكتروني للبيانات الغرض من الرقابة العامة للتشغيل الالكتروني للبيانات هو وضع إطار من الرقابة على أنشطة التشغيل الالكتروني للتأكد من تحقق الأهداف العامة للرقابة الداخلية وقد تتضمن الرقابة العامة ما يلي واحد رقابة على التنظيم والإدارة ودي مصممة لوضع إطار تنظيمي لأنشطة التشغيل الالكتروني للبيانات وتتضمن ما يلي السياسات والإجراءات المتعلقة بوظائف الرقابة والفصل المناسب بين الوظائف المتعرفة اتنين رقابة على تطوير النظم وحفظها مصممة لتوفير الاتموانين بأن النظم يتم تطويرها وحفظها طبقا لأسلوب معتمد وبكافية وهي مصممة خصيصا لوضع رقابة على اختيار وتحويل وتنفيذ النظم الجديدة أو المعدلة التغيرات في نظم التطبيقات المحاسبية الوصول إلى توسيق النظم الحصول على نظم التطبيقات المحاسبية من الغير ثلاثة رقابة على تشغيل الحاسب الإلكتروني مصممة لرقابة تشغيل النظم وتوفير الاتموانين الكافي بأن النظم لا تستخدم إلا للأغراض المعتمدة فقط الوصول إلى عمليات تشغيل الحاسب يقتصر فقط على الأفراد المصرح لهم البرامج المعتمدة فقط هي التي تستخدم أخطاء التشغيل يتم اكتشافها وتصحيحها أربعة رقابة على برامج النظم وهي مصممة لتوفير الاتموانين بأن الحصول على برامج النظم أو تطويرها يتم تبقى لإسلوب معتمد وبكفاءة وذلك من خلال قصر الوصول إلى برامج النظم والتوسيق على الأفراد المصرح لهم بذلك خمسة الرقابة على إدخال البيانات والبرامج وهي مصممة لتوفير الاتموانين الكافي على ما يليه وجود نظام لإعتماد العمليات التي يتم إدخالها قصر الوصول إلى البيانات والبرامج على الأفراد المصرح لهم بذلك وبكده نبقى أخدنا الخمس نؤات لأهداف العملة للرقابة الداخلية ثم ننتقل للنقطة التالية وهي أساليب الرقابة العملة أساليب الرقابة العملة أربع أساليب الأسلوب الأول هو أساليب الرقابة التنظيمية الأسلوب الثاني إجراءات توصيق واختبار واعتماد النظم الأسلوب الثالث أساليب رقابة الأجهزة والأسلوب الرابع هو أساليب رقابة إمكانية التوصل إلى النظام وهنكون بتراسة كل أسلوب منهم على حدة فيما يلي هنبدأ بأول أسلوب من أساليب الرقابة العملة وهو أساليب الرقابة التنظيمية واعتبر هذا النوع من الأساليب الرقابية زو أهمية كبيرة في الإشراف وتوزيع الإختصاصات على العاملين بمركز الحاسب حيث يجب أن تراعي المنشأة ضرورة الفصل بين الوظائف التي يقوم بأداءها العاملين بمركز الحاسب الآلي وتوزيع مسئوليات تنفيذ الوظائف على عدد مختلف من العاملين وفيما يلي موبز الوظائف مركز الحاسب الآلي الوظيفة الأولى وهي محلل النظم تتمثل مهمتهم في تقييم النظم وتحليل احتياجات أقسام المؤسسة من معلومات كما يكونون بوضع مواصفات النظام التي تعد مرشدا لمعدي البرامج عند أعداد برامج الحاسب الآلي الوظيفة الثانية معدي البرامج والدول تتمثل مهمتهم في أعداد برامج الحاسب تبقى للمواصفات النظام التي وضعها محلل النظم ويكون معد البرامج بكتابة البرامج وأداد المستندات ورسم خرايط التدفق الخاصة بمعالجة البيانات الوظيفة الثالثة وهي مجغل أجهزة الحاسب الإلكتروني وتتمثل مهمتهم في تجهيل أجهزة الحاسب الآلي تبقى للإجراءات التي يصممها محلل النظم ويحتوي دليل التجهيل على التعليمات والإرشادات الخاصة بدرق تجهيل واستخدام البرامج الوظيفة الرابعة وهي معد البيانات لمعالجتها إلكترونيا وتتمثل مهمتهم في تحويل البيانات القابلة للقراءة إلى لغة الآلة استعدادا لإدخالها في الحاسب الآلي خامسا والوظيفة الخامسة وهي أمناء المكتبة وتتمثل مهمتهم في حفظ وحماية البرامج وملفات البيانات ووسائق النظم في مركز الحاسب والتي تعتبر ذات أهمية كبيرة للركابة على عمليات تصميم وتعديل النظم واستخدام البرامج وملفات البيانات أثناء تجهيل النظم يوميا الوظيفة الستة وهي فريق المركبة ويلعب هذا الفريق دور الوسيط بين مركز الحاسب وأقسام وأقسام وإدارات المنشأة التي تستعمل خدمات الحاسب الإلكتروني ويكون الفريق بتتبع إشعارات الأخطاء التي تصدر من الحاسب الآلي خلال عمليات المعالجة وتوزيع مخرجات النظام على الإدارات والإقسام المنشأة المختلفة بعد تحديد المسئوليات لكل وظيفة وفصل الإختصاصات ما بينهم هنتكلم على مزايا الفصل بين المسئوليات الوظيفية 1- تساعد على التحقق من دقة وشرعية أي تعديلات في النظام 2- إنها تحول دون استخدام برامج معدلة بدون موافقة مسبقة 3- تمنع غير المختصين من الوصول إلى الأجهزة والبرامج وخاصة هؤلاء زاوي الخبرة والمعرفة بالنظام 4- تؤدي إلى ارتفاع كفاءة الأداء نظرا لاختلاف الإمكانيات والتدريب والمهارات التي تطلبها كل وظيفة انتهينا من أول اسلوب من أسليب الرقابة العامة وهو أسليب الرقابة التنظيمية ونستكمل الإسلوب الثاني من أسليب الرقابة العامة وهو إجراءات توصيق واختبار واعتماد النظم وتعدلها تقوم الكثير من المنشآت بأعداد ما يسمى بدليل معايير التوصيق الذي يحدد أنواع المستندات اللازمة لتقييم البرامج أو تعديلها ويجد توصيق البرامج فور الانتهاء من تجهزها بواسطة دليل التشغيل الذي يحتوي بصفة عامة على الأقسام التالية عندنا ست أقسام لدليل التشغيل ونشوف قسم قسم وظيفته إيه القسم الأول وهو تعريف المشكلة يحتوي ذلك القسم على شرحة للعملية التي يتم معالجة بيانتها بالحاسب مثل عمليات استلام النقدية وحسابات العملاء والمبيعات بالأجل القسم الثاني وهو وصف النظام يوضح هذا القسم طريق التصميم النظام ويجب أن يشمل على خريطة التدفق وجداول التقارير وكشوف بأشكال البيانات ويعتبر وصف النظام ذا أهمية كبيرة للمراجع ثالثا ووصف ومنطق البرنامج يوضح هذا القسم تفاصيل البرنامج ويجب أن يشمل على خرائط تدفق البرنامج وجداول التقارير ومواقع تخزين البيانات وتعديلات البرامج وعنوان البرامج وتفيد هذه المعلومات المراجع في التعرف على تصميم البرنامج وطرق استخدامه رابعا تعليمات لمشاغلي الأجهزة ومنها تعليمات تختص بطرق استخدام البطاقات الأمامية والخلفية لتعريف ملف البرنامج وأجهزة تشغيل الأشريطة أو الاستوانات اللازم استخدمها خامسا قائمة أساليب الرقابة وتحتوي على وصف الأساليب الرقابة التي يتضمنها البرنامج نفسه والتي تشمل على الرقابة على المدخلات والمخرجات وعمليات معالجة البيانات سادسا وأخيرا وهي إجراءات اختبار البرنامج ويحتوي على كشف إجراءات تنقيح البرنامج التي قام بها محلل النظم قبل الابتداء في استخدام النظام ويجد توصيق كافة بيانات الاختبارات التي استخدمها العميل في هذه العمليات وكذلك أي اقتراحات لمحلل النظم تخص تعديلات البرامج نيجي للأسلوب التالت من أساليب الرقابة العامة وهي أساليب الرقابة على الأجهزة وتعديل أساليب الرقابة على الأجهزة إلى الحماية ضد حدوث الأخطاء في تداول البيانات داخل الأجهزة والتأكد من سلامة ودقة الأجهزة في معالجة البيانات نيجي للأسلوب الرابع من أساليب الرقابة العامة وهو أساليب الرقابة على إمكانية التوصل إلى النظام يجب على المنشأة التحكم في وسائل التوصل بأي من الأجهزة أو الملفات كما يجب اتباع إجراءات التشهيل اللازمة لحماية الملفات والبرامج ضد احتمالات الضياع أو التلف أو سوء الاستخدام وتتضمن هذه الإجراءات ما يلي 1. أسليب رقابة دخول جرفة الحاسب 2. أسليب رقابة استخدام ملفات الحاسب 3. معايير وصفية لعمليات تحويل البيانات إلى لغة الحاسب 4. أسليب رقابة تشجيل الأجهزة واستخدام البرامج من خلال جدولة عمليات المعالجة 5. حماية مادية للأجهزة والملفات من خلال الاحتفاظ بملفات احتياطية وتوفير أجهزة ومعدات الطوارئ وكذلك إعداد خطط إعادة إنشاء البيانات إذا ما تعرضت البيانات المستخدمة لأي خلال 5. نبدأ في النوع الثاني من أنواع الرقابة الداخلية في زل التشغيل الإلكتروني وهو الرقابة على التطبيقات 6. الغرض من الرقابة على التطبيقات المحاسبية هو وضع إجراءات رقابية محددة على التطبيقات لتوفير الإتمينان الكافي بأن كافة العمليات يتم اعتمادها وتسجيلها ومعالجتها بالكامل وبدقة وفي الوقت المناسب وتتضمن هذه الرقابة ما يلي 1. الرقابة على المدخلات وهي مصممة لتوفير الإتمينان الكافي بأن العمليات يتم اعتمادها على النحو الصحيح قبل معالجتها بالحاسب الإلكتروني العمليات يتم تحولها بدقة إلى الشكل الذي يمكن للآلة قرائتها وتسجيلها في ملفات بيانات الحاسب الآلي العمليات لا تفقد أو تكرر أو يدخل عليها تعديلات بشكل غير سليم أو تضاف إليها عمليات أخرى العمليات جرى الصحيحة يتم رفضها وتصحيحها وإعادة تقدمها إذا لزم الأمر في وقت مناسب 2. الرقابة على التشجيل وملفات بيانات الحاسب وهي مصممة لتوفير الإتمينان الكافي بأن العمليات بما في ذلك على عمليات النتجة عن النظم قد تم تشجيلها بالحاسب على نحو الصحيح العمليات لا تفقد أو تتكرر أو يدخل عليها تعديلات بشكل غير قانوني أو يضاف إليها عمليات غير مصرح بها أخطاء التشجيل يتم تحديدها وتصحيحها في الوقت المناسب 3. الرقابة على المخرجات وهي مصممة لتوفير الإتمينان الكافي بأن نتائج التشجيل صحيحة الوصول إلى المخرجات قاسر على الأفراد المصرح لهم بذلك المخرجات تقدم للأفراد المختصين في الوقت المناسب علمنا عن النوع الثاني من أنواع الرقابة الداخلية في الزل التشجيل الإلكتروني وهو الرقابة على التطبيقات وعرفنا أن عندي ثلاث أنواع من الرقابة وهي الرقابة على المدخلات، الرقابة على التشجيل والرقابة على المخرجات ويشمل كل نوع من أنواع الرقابة السلاسة السابق ذكرهم على أساليب رقابية خاصة تم تصميمها لتحقيق أهداف خاصة هنتكلم دلوقتي إيه هي الأساليب الرقابية دي وإيه هي الأهداف منها أول أسلوب من الأساليب الرقابية الخاصة وهو الضوابط المانعة الهدف منه هو الوقاية ضد حدوث أخطاء حيث تم تصميم الضوابط المانعة لمنع الأخطاء الممكن حدوثها خلال تداول البيانات المحاسبية الإلكترونية قبل وقعها نتكلم بعد كده عن الأسلوب الثاني من الأساليب الرقابية الخاصة وهو الضوابط الكاشفة هدفها أنها تكتشف الأخطاء وتحذر العاملين بمركز الحاسب الإلكتروني عن وقوع الأخطاء فهي تشير إلى الأخطاء أثناء حدوثها وبالتالي يتطلب الأمر اتخاذ إجراءات تصحيح تلك الأخطاء نيجي للنوع الأخير من الأساليب الرقابية الخاصة النوع الثالث والأخير وهو الضوابط المصححة من اسمها تهدف إلى تصحيح الأخطاء وبالتالي بتساعد المختصين في فحص وتصحيح الأسباب التي أدت إلى حدوث الأخطاء التي تم اكتشافها خلال مراحل المعالجة ويمكن استخدام الضوابط المصححة خلال مراحل إدخال ومعالجة واستخراج البيانات ترجمة نانسي قنقر